حابب أتكلم معكم كلمتين كده بروح المدرج أعتبروهم من واحد من جماهير النادي الأهلي اللي الأهلي بالنسبة له قصة طويلة جداً مشوار طويل جداً حالة حب وحالة عشق فرحت معايا وزيلت معايا لسنين طويلة جداً حبيت نجومه وعشقتهم وتبعت بطولاته كان بالنسبة لي ومازال طبعاً مستحيل مستحيل أفوت مطش للنادي الأهلي مستحيل يبع عندي فرصة أن أتابع مطش المدرجات وما روحش مستحيل يبع عندي فرصة أن أسافر مع الفرقة وأتابعها في مطشطها وفي بطولاتها وما أحضرش سنين طويلة جداً الحقيقة كانت فيها الجماهير النادي الأهلي دايماً على قلب رجل واحد ده كان المشهد وبفتكر الحقيقة في مناسبات كثيرة جداً كان بيبقى فيه مثلاً لحظة انكسار أو لحظة فقدان بطولة أو لحظة ضايع لقب كنت بزعل وكنت بحزن لكن عمري أبداً في أي لحظة من اللحظات دي ما غضبي أو حزني ده الترجم لأن أنا أزعل أو من نادي الأهلي أو هاجم نجوم من نادي الأهلي بابتدي الحلقة النهاردة بالكلام ده لأن على مدار يمكن أكتر من سنتين موجود على شاشة النادي الأهلي وده شيء الحقيقة بيشرفني واحدة من أهم التجارب في مسارة الإعلامية كلها ما شفتش الحالة حالة التخبط حالة الارتباك في المرتبطة أنا مش هتكلم في المشهد العالمية بيكلم على جماهير النادي الأهلي نفسها والأسف ناس كتير أطراف كتير على فكرة مش طرف واحد مخطئ من يظن أن فيه طرف واحد متربس بالنادي الأهلي لكنهم أطراف كتير جدا بتحاول أنها تستغل لحالة التخبط دي عشان تزود من صعوبة الموقف عشان تحاول تكسر النادي الأهلي أبدا في أي لحظة من اللحظات ما شفتش حالة الغضب دي لنفس النجوم بالمناسبة اللي فرحونا كتير هذا الجيل يحسب لي الحقيقة أنه حتى اللحظة خلينا نتفق كده ونحط قاعدة أنه الجميع مش في أحسن حالاته يعني خلينا نتفق أنه الأهلي كله مش في أحسن حالاته يبقى إيه المطلوب في الوقت ده من جمهور النادي الأهلي غير الدعم والمساندة في لحظة من اللحظات لما كنت بقى موجود في المدرجات في الملعب يعني وبالذات لو مباراة مهمة فاينال بطولة أفريقية جوا مصر أو بره مصر ويدخل جون عكس الطيار عكس الاتجاه في النادي الأهلي كان كل المئة ألف بيقوموا في لحظة واحدة أول ما شباك النادي الأهلي تهتز يهتفوا للعيبة ويهتفوا للفرقة ويهتفوا باسم النادي الأهل جسمك كان بيقى أشعر يمكن عشان الجمهور مش موجود في المدرجات يمكن عشان إحنا عايشين في عالم افتراضي بايخ شوية ما إحنا عش عارفين مين اللي بيتكلم ما إحنا عش عارفين الانتماءات حقيقتها إيه ما إحنا مش مدركين حجم وتأثير الكلمة في التوقيت ده ممكن يكون أثره إيه يمكن نكون متلغبطين شوية لكن اللعيبة والفرقة اللي بتكافح لغاية اللحظة دي عشان تسعد جماهرها رغم إنها تحملت فوق طاقتها لثلاث مواسم متتالية ووقفت ضد طائرات كتيرة جدا منها منظومة الكرة في مصر للأسف شديد جدا جزء من فشلها في إدارة المنظومة هو سبب في الوصل لي لعدة النادي الأهلي نهاردة ودد حتى التحاد أفريقي ما قدرش إنه يسند النادي الأهلي في أكتر من موقف سواء في نهاية دول الأبطال أو حتى في بطولة كاس العلم للأندية ورغم كده النجوم دي قدرت تحقق الإنجازات اللي حققتها فرقة النادي الأهلي دي بس مش بكلمكم على التاريخ ولا على الأجيال الكتيرة جدا اللي حققت إنجازات عظيمة الإنجازات اللي حققتها الفرقة دي اللي موجودة للنهاردة بتلعب باسم النادي الأهلي ما حقهاش أي فريق تاني في مصر على مدار تاريخه كله وتعالوا نشوف وتعالوا نحسبها ببساطة شديدة جدا الفريق اللي غاب عن منصات التتويج قريا ودوليا إيه محصلة الكرة المصرية في الموسم ده بيج زيرو صف كبير خدنا كاس الأمم الأفريقية مخصلش رحنا كاس العالم مفيش فيه فريق خد دوري أبطال أفريقيا ما حصلش طب كونفدرالية برضو مفيش يبقى أكيد مفيش سوبر وأكيد مفيش كاس عالم طب منتخب مصر أخباره إيه مع كيروش أصلي كيروش مشي مشي ليه ما نعرفش طب كنتوا عايزين ترجعوا ليه برضو ما نعرفش طب عملتوا إيه جبنا إهاب جلال أخبار إهاب جلال إيه لأ ده مشي مشي ليه برضو ما نعرفش طب روي فيتوريا جاي يعمل إيه جاي يعمل مشروع مشروع إيه ما نعرفش مسابقات واستوديوهات تحليلية وملاعب وبس تليفزيوني ورعاة وعقود بالملايين والمحصلة صفر في موسم بس غافي الأهلي عن منصات التتويج بفاعل فاعل أو بفاعل فاعلين فأرجو الحقيقة لحظة هدوء ومراجعة كده صادقة مع النفس اللعيبة وهي بتكافح لنهاية الموسم ده محتاجين إيه من جمهور النادي الأهلي هل لك أنت تكسر فيهم وتنتقدهم وتهجمهم وتمشي مع الموجة للأسف شديد جدا كتير من الصفحات وخد بالك بالذات من السوشال ميديا مش أكلم على الإعلام التقليدي دلوقتي يمكن ضيفي النهاردة أستاذ عصام شالتوت هو أقدر وأقدر مني بالكلام على الإعلام الرياضي لكن خد بالك أنه منصات السوشال ميديا النهاردة مخترق وفي صفحات كتير جدا جدا باسم النادي الأهلي وتحمل أسماء مرتبطة بالنادي الأهلي سواء بنجومه أو بأساطيره أو بمدرجاته لا تمت للأهلي بصلة واحدة من معاول الهدم إنجاز التعبير فأرجو من الجمهور الحقيقة لحظة هدوء ومراجعة حسابات لأننا مش محتاجين تكسير احنا محتاجين بونة بونة عشان نقدر نكمل الموسم ده بأقل الخسار ممكنة وما زالت فرصنا كبيرة جدا وقائمة رغم كل أشكال المعاناة والإصابات وحالة الإجهاد العنيفة جدا وتغير الأجهزة الفنية أنا بقول لكم أنا ما زال عندي ثقة كبيرة جدا في فرقة النادي الأهلي إنها قادرة توصل لنهاية الموسم ده بنجاح وأهمه طبعا مشوارنا في الدوري وبعد الموسم ما ينتهي نتكلم في الجديد وأعتقد أنه الصورة أكيد أكيد هتختلف جملة وتفصيلا بداية من الموسم اللي جاي خليني أبدأ حلقتنا النهاردة مع حضراتكم وهبدأ اسمحولي مع أهم الأخبار والعنوان الأهلي يواصل تدريباته استعدادة من المقاصة وفي صفقة من العيارة ييل الأهلي يدوم وولتر هوج لدعم فريق السلة للرجال بيتوريا يطلب قاعدة بيانات للمحترفين المصريين وشلسي يقتنع بهزيمة أمان برشلونة في سباق دم كوندي إصابة بول بوجبا في بداية الموسم بعد انتقاله لليوفانتس وكريسيانو رونالدو يلتقي مع تنهاج للمرة الأولى علينا نروح لتفاصيل أخبارنا وطبعا حندنا مباراة مهمة جدا أمام مصر المقاصة بكرة إن شاء الله مواجهة ليست بالسهل أنا بأكد عشان في ناس كتير جدا بتقولك دي واحد يأسها المباراة للأهلي في الدوري لا ما فيش مباراة سهلة وخصوصا فيه ظل الغيابات والإصابات احنا كل مباراة أخيرها طبعا السولية واحد من أعمدة الفريق ولكن يعني قدر له ما شاء فعل السولية لغاية أخر الموسم شريف لغاية أخر الموسم الشحات لغاية أخر الموسم تتفن مع مستهوم الفني تقول مستهوم متراجع تقول مش أحسن مواصمهم تقول زي ما أنت عايز تقول لك إنهما في النهاية أوراقة مهمة جدا حتى لو موجود عددك جنب ريكاردو سواج فبالتالي مباراة صعبة جدنا نتمنى التوفيق فيها للنادي الأهلي بكرة وخلينا نروح للنادي الأهلي زميلنا محمد توفيق مرسل الأهلي موجود هناك يدينا أخبار أكتر وتفاصيل أكتر عن تمرينة النهاردة يا محمد مساء الخير مساء الخير زميلة عزيزة أحمد تحاوليكم كل مشاهدين متابعة قناة النادي الأهلي في كل مكان في ظروف أفضل بكتير جدا مما سبق وبعد الفوز بنتيجة 2-0 على الجنة أعتقد إلى حد كبير جدا الأهلي رجع على الطريق الصحيح بكرة عندنا مواجهة مهمة جدا وكل مواجهات الأهلي الموسم ده مهمة جدا نتطمن على سكواد الأهلي ونتطمن على الأوراق اللي ممكن تعود غياب الأسماء المصابة واللي هتغيب عن الأهلي لنهاية الموسم بالفعل زميل عزيزة أحمد يمكن أجواء أفضل بكتير عودة مرة أخرى لطريق الانتصارات ولكن زي ما أنت قلت في مقندمتك شبح الإصابات بيهدد يعني جمهوري نادي الأهلي قبل الفريق نفسه طبعا حالة من القلق في كل مباراة رازل لحالة الإجهاد الكبيرة جدا اللي مش هدى اللعبين كل 3 أيام مباراة يعني تلحم كبير جدا أدى طبعا أننا فقدنا على الكبير زي ما أنت ذكرت عمر السلية محمد شريف حسين الشاحات ومن قبلهم أكثر مجموعة من اللعبين كانت بتغيب لفترات طويلة في الموسم كمان يمكن طهر محمد طهر مش موجود لفترة طويلة لكن الحمد لله النهاردة في التدريبات عودة البرستاة وعودة اللويس ميكسوني موجودين في التدريبات الجامعية مع الفريق يعني هم جاهزين من ناحية الطبية تماما نأمل إن شاء الله أن هم كمان ينولوا وثقة الجهاز الفني يكونوا جاهزين من الناحية البدنية والزهنية والفنية ويكون لهم نصيب في المشاركة في الفترات القادمة ليكونوا عاونا للباق زملائهم إن شاء الله في تمثيل الفريق كمان يمكن زياد طريق موجود أليو ديانجي طبعا غابل المباراة اللي فعلت لحصولها عطاة إنزالات ولكن موجود في التدريبات بشكل كبير بقيت اللاعبية كمان محمد محمود بيشارك النهاردة في التدريبات فيمكن عودة أكثر من عنصر إن شاء الله نأمل إن هم يعني يفيدوا كتير جدا ويمكن يكونوا عاونة لزملائهم في غياب مجموعة كبيرة جدا من نجوم الفريق اللي أصروا طبعا بالطبع على أداء الفريق في الفترة اللي فاتت لكن بأكد كلامك زميل العزيز أحمد مباراة مهمة جدا أمام مقصة بغض النظر عن إنه متزال الترتيب ولكن أي فريق في الدولة ممتاز فهي مباراة كبيرة خاصة فريق المقصة زي ما بقول يعني فريق زي ما بقول ما يبكيش على حاجة فبيلعبك بكرة من غير ضغوط المعتادة في مواجهة النادي الأهلي فريق طبعا زي ما بقول يعني بيلعب من غير ضغوط هيلعب بأريحية تامة فإن شاء الله يكون فريق النادي الأهلي موفق إن شاء الله ويقدم وراءة كبيرة يمكن في اللحظات اللي أنا أكلمك فيها مزال مران الفريق الأخير والأساسي يستداد للمراطم المعصة إن شاء الله بكرة في الأسبوع 27 مستمرة يمكن قبل التمرين كان فيه محاضرة مطولة جدا للجهاز الفني محمد خاليني أسألك كمان بالمناسبة على حالة عبد المنعم كامبوس وعلى صلاح محسن لأنه كنا عرفين أن هما اشتكوا من إجهات بسيط في العضلة الخلفية وكان مفترض أن هما يقضعوا لفحص دقيق عشان بيان حالتهم وإمكانية مشاركتهم في مباراة بكرة من عدمه ونتطمن منك على حالة صلاح محسن وعلى حالة محمد عبد المنعم بالفعل زي ما ذكرت زميل عز أحمد يمكن محمد عبد المنعم صلاح محسن كان فيه النهارة طبعا دول أحدث المصابين بجانب عمر السلائة كان فيه النهاردة اختبار طبي ليهم مفروض قبل المران ولكن لحد أول ربع ساعة حضرناها من المران وكان مسموح بها من كابتن سالحة الحفيز مدير القرب النادي الأهلي لم يشاركها في المران وبكده يبقى للأقرب هو خروجهم من قائمة الفريل للأسف ومش هيكونوا موجودين بكرة ولكن إن شاء الله بقتل العابين الموجودين سواء في خط الهجوم أو خط الظهر إن شاء الله يعوضوا غيابهم وإن شاء الله زي ما يقول أي 11 عيب يرتدوا تشيرت النادي الأهلي يكون عند المسئولية وبإذن الله يكون الأهلي دائما بمن حضر وإن شاء الله يكون بكرة يا أحمد إن شاء الله تلاتة نقاط جديدة يضاف الرصيد النادي الأهلي وعودته لطريق البطولات والطريق الصحيح مرة أخرى حب أطمنك الأجواء هنا أكثر من رائعة الفريق حد أكثر من رائعة فيش بس الإصابات هي التي تخلقنا إن شاء الله ربنا يبلغ كل العاب النادي الأهلي السلامة ويتكمله إن شاء الله الموسم وإن شاء الله يتوجل النادي الأهلي بكل هذه الصعاب بطل المسابع وإنت بتكلم معنا يا محمد إن شاء الله وإنت بتكلم معنا إحنا شايفين أحمد ياسر رايان بعد عودته من العرف في تركيا ومشاركته في الميران يعني يكلمني عكتر على مشاركة أحمد ياسر ومفترض طبعا أنه هيخضع للتقييم من مستر ريكاردو سوارش عشان إمكانية عودته إن شاء الله بشكل نهائي للنادي الأهلي ببداية من الموسم اللي جاي بالفعل زميل أحمد ياسر رايان لعب الأهل المعار طبعا كفتار التركي ورجع تاني بقى له فترة كبيرة جدا بيتمرن ولكن بشكل منفرد ولكن منذ الأمس أحمد ياسر رايان موجود في التدريبات الجامعية لفريق الأول لقرة القدم بالنادي الأهلي موجود معه في الميران إن شاء الله يعني طبعا زي ما أنت قلت وجوده من عدمه الموسم المقبل ده طبعا خضع له وحقه أصيل للجهاز الفني بكادة مستر ريكاردو سوارش ولكن هو متوجه زي ما قلت لك منذ فترة ولكن بيتضرب بشكل منفرد سواء تدريبات تأهلية في الجيم أو بيجرى حوالي الملعب لوحده مع الجهاز يعني ده أول ظهور لأحمد في التمرين الجامع يا محمد ده أول ظهور ده النهاردة هو تاني ظهور يعني انبالح كان موجود في التدريب الجامع والنهاردة هو تاني ظهور في الميران الجامع الفريق النادي الأهلي لأحمد ياسر رايان عايز أقول لك كمان كان قبل الميران كان في عدد كبير جدا من لعاب النادي الأهلي الشباب اللي كان فيه جزء كبير كمان منهم معار الموسم الماضي في دورة التشيك يعني محمد حسين ميدو مصطفى خروزي يمكن أكثر من لعب كمان من فريق الشباب لا مغربي ما كانش موجود لكن أكثر من لعب تاني من فريق الشباب سواء مواليد 2001 أو 2000 كلهم موجودين هنا كان بيقدوا مرانهم بشكل قوي جدا قبل مران الفريق الأول طبعا في حالة النادر أهلي يعني قرر الاستعانة بحد فيهم هيكونوا موجودين وطحت أمر الجهاز الفني للفريق زيهم زي باقات اللاعبين والمعارين اللي بيتم يعني زي ملقود تقييمهم من قبل الجهاز الفني وضحقوا الأصيل طبعا في حالة وجودهم أو عدم وجودهم اللي بيتمنى يا أحمد كمنتمين للنادي الأهلي وكل جمالي النادي الأهلي أن أي 11 اللاعب يرتديوا شرط النادي الأهلي يكونوا قادر المسئولية وحققوا الفوز وحققوا كل أمال وطموحات جمالي النادي الأهلي ما فيه شك إحنا يعني نحتاج كل أوراق النادي الأهلي وبالتأكيد الشباب عليهم عامل مهم مخصوصا لأثباته جدارة وأثباته أن هما يستحقوا يكونوا موجودين مع الفريق الأول خلينا أسألك سؤال أخير عن أكرم طفي إزاي تابعته في التمرين حالته هل ممكن يعني أنا عارف أنه هو بيتمرن مع الفرقة من قبل مطش الجونة لكن هل شايف أنه استعاد جزء من مستوى استعاد جزء من الفرمة العالية اللي كان عليها قبل الإصابة وهل ممكن نسوفه حتى بعد مباراة المقصة بيشارك مع فرقة النادي الأهلي يعني أولا يا زميل عزيزي أحمد يعني أكرم باسم الله ما شاء الله يعني مش عاوزيني نحسده أكرم معد المعدلات كلها اللي كانت موضوع عليه من قبل يعني حتى في المعدلات العالمية أو اللي كانت موضوع عليه جهاز الطب هنا بكارل الدكتور أحمد أبو عابلة لا أكرم باسم الله ما شاء الله سواء من بعد عبدوتهم العملية عملية التأهيل دخوله كمان في التدريبات الجامعية فهو الحمد لله معد كل المعدلات اللي كانت موضوع عليه عاوز أقول لك أنه أكرم كمان في الأيام العادية قبل ما يخش التدريبات الجامعية كان بيتمرن بشكل منفرد مع الجهاز الطب هنا في النادي الأهلي وكان بيادة تأميناته بشكل أكثر من رائع ده يمكن اللي عجل دخوله في التدريبات الجامعية هو طبعا تحت تقييم الجهاز الفني في الوضع يعني في الوقت اللي هشوف انه هو وصل للفورمة اللي يقدر ساعتها يكون وقفة على رجل وموجود في المباريات بشكل كبير هيكون موجود وأعتقد ان خلال الفترة المقبلة هنشوف أكرم موجود بس طبعا أكيد بشكل تدريجي في دخول المباريات هياخد وقت بالتدريج هيبدأ الوقت يزيد لحد ما يبقى قادر انه يكون موجود لمدر التسعين دي اعتقد أكرم اللاعبين الرجالة او مستهوم الفني والبدني بيفرق كتير جدا مع فريق النادي الأهلي وطبعا روحهم العالية وان شاء الله يكون قريبا مع فريق النادي الأهلي واناكن نتمنى قبل ده كله انه يكون موجود وفقه تم صحة وفقه تم حالته الفنية والبدنية عشان ان شاء الله يكون لقعون ويكون دفع قوية جدا الفريق واعتقد روحه هتفرق كتير جدا مع الفريق الفترة الجاي خاصة ان اكرم زميل قمت له هو عايز هو لعيب يدوس على نفسه اختصى كتير جدا من الوقت اللي كان مفروض يغيبه وموجود فبإذن الله كمان الجهاز الطبي والفني يساعدوه يكون موجود ان شاء الله قريبا جدا مع الفريق ويكون اضافة كبيرة جدا لفريق النادي الأهلي شكرا جزينا الزميل عزيز محمد توفيق دي كانت اخبار تمرينت الفريق النهاردة هي الفترة اللي جاية الحقيقة فترة روح يعني بدني اعتقد انه كل الفرق في الدوري بتعاني والاهلي طبعا في المقدمة لكن في النهاية الرهان على روح الفانيلا وعلى جمهور النادي الأهلي دول ان شاء الله بإذن الله اللي اقدروا يخلونا نختم المسم ده بنجاح فاصل ونرجع لحضراتكم في السادسة اشتركوا في القناة ده تاريخ طويل قوي قوي في منهم الحقيقة اللي كانوا يعني نجوم من العرق تقيل يعني يعني في اسماء ما تتنسيش انا بكلمكم مثلا طبعا فليكس لما ظهر احمد فليكس فلافيو واحد من المحترفين اللي ما ينساهمش ابدا او ما تنساوش ابدا جمهور النادي الاهلي رفيقه جيل بيرتو قبل مناسبة فلافيو جيب عاد افلينو لكن افلينو ما كانتش تجربة هناك حقيقية لكن عرغم الاثنين كانوا جايين بيترو اتلاتكم الاثنين كانوا مكسرين الدنيا هناك لكن تجربة فلافيو وبرضو خدوا بالكم ومناسبة يعني الكلام يمكن جاي على مكسوني شوي فلافيو قعد موسم كامل مع نادي الاهلي اللي ما حضرش فلافيو واحد من المهاجمين الاساطير يعني واحد من افضل مهاجمين الافارقة اللي جم حطوا مع فليكس حطوا مع ماليك ايفونا قادر اقولك التلاتة دول افضل روس حربة لأهلي جابهم على اقل في الفترة لانا تبعت فيها كورة يعني لكن فلافيو جاي موسم اول ولا اسوأ يعني على ما اتذكر جاب جول وحيد في المحلة بالصدفة كده كورة خبطت فرصه ودخلت جول ومن بعدها كسر الدني نهاردة عيد ميلاد ميكسوني واعتقد ميكسوني عنده بالمناسبة خلينا اقولكم على حاجة دي من الكواليس يعني اول ما جي ميكسوني والكلام من من الغرف المغلقة يعني كان مع بيرسي تاو هما الاثنين داخلين في نفس التوقيت بيرسي تاو صفقة جماهرية جاي من برايتون جاي من دوري الانجليزي بيلعب في جنوب افريقيا يعني فالناس كانت سقف التوقعات عندها عالي شويتين ميكسوني مقارنة باسم بيرسي تاو يعني بيلعب في تنزانيا سيمبا موزنبيقي يعني ما فيش نفس التوقل في نهاية لكن في البدايات انا بكلمكم في البدايات يعني كان الناس كلها متوقع او شايف ان ميكسوني هيكسر الدنيا وامكانياته هو طبعا يعني خلينا نقول انه فرصته ماخدهاش كاملة وعلى واحدة من علامات الاستفهامة اللي كانت مرتبطة باسم ميستر موسيماني يعني ازاي بقى انت عندك قناعة انك تروح تجيب ميكسوني وتبقى انت شايف ان قدراته تناسب احتياجاتك في فريق النادي الاهلي والراجل ييجي معاك وما يشاركش اما اللي احنا جايبين محترف ليه عموما انت لما بتلجأ لفكرة المحترف اللي جاي من بره مصر دي ده معناها انه اضافة ومعناها انه فيه امكانيات مش موجودة اساسا عندك في الفرقة فكونوا يقعد طول الموسم تقريبا على الدكة او ما يشاركش كتعلامة استفهام كبيرة جدا لكن الناس بتقول او الناس السورة اللي وصلتلي ان ميكسوني عنده كورة كويسة جدا ومحترمة جدا نأمل على كل احوال ممكن تكون بداية انطلاقة ليه في الفترة المقبلة نروح لاخبارنا النهاردة وطبعا فيه ناس كتيرة ما تفتكرهمش يعني فيه كام من المحترفين اللي جموا عدوا كده كان فيه كاستيلو في فترة من الفترات ايامان والجوزيه سليف كوليبالي اكوتي منسا طبعا 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 واحد من اكتر المشاوير اللي لازم تحترمها عجيه طبعا ومشوار لعب محترف ناجأ ساندي طبعا الهدف الشهير يعني هو ده اللي نفتكره ليه طبعا ساندي هدف الشهير في ريال مدريد على كل احوال مناسبة الصفقات النهاردة خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي في نادي الاهلي اعلن انه تم الاتفاق على ضم المحترف الامريكي وولتر هودش لصفوف فريل اول لكورت السلة بداية من الموسم القادم واكد العوضي انه وولتر هودش هيتضم لصفوف فريل لمدة موسم واحد وطبعا في اطار وحرص دارة النادي الاهلي برئاسة كابتن خطيب على انها هتلبي كل احتياجات الاجهزة الفنية في مختلف الفرق الرياضية في النادي وقال ان هودش بيمثل اضافة مميزة وجيه على فكرة بالمناسبة الصفقة دي بناء على توصية وترشيح من جانب الاسباني الموديل الفني جوستي بوش الموديل الفني لفريق السلة ومن ناحية تانية هودش الحقيقة اكد على انه بيعتز جدا بخطوة انتقال النادي الاهلي ومدرك انه النادي الاكبر على مستوى افريقيا والوطن العربي وعنده احساس بانه فيه حماس كبير جدا ياخد التجربة ويحقق انجازات كبيرة مع فرقة النادي الاهلي سريعا جدا نروح لأخبارنا العالمية بداية طبعا صفقة كوندي واحدة من الصفقات اللي كان فيه صراع عليها كبير جدا بين البرصة اللي عمل مركاته ولا اروا يعني متوقع انه الليجا في الموسم اللي جاي هيكون في منتهى القوة او مش في منتهى القوة هيستعيد جزء من قوته المنافسة هترجع مرة تانية بعد ما كان فيه حالة فطور حالة برود تحس ان الكرة في اسبانيا ما بقيتش هي كنا منستنى الكلاسيكو ده من سنة للسنة البرصة والريال كان كلاسيكو الارض كلها كنا بنقعد والعالم كله بيقعد يستنى المباراة دي فقدت جزء كبير جدا من اهميتها وباريخها بعد رحيل رونالدو وميسي صحيح الفرق فيها نجوم كبيرة جدا لكن ما تشدش البصلة راحت على الدولة الانجليزية اتوقع انه جزء من الاهتمام بالليجا يرجع بدأتا من الموسم اللي جاي لانه برشلونة عمل مركاته قوي جدا وصفقة كوندي مدافع الفرنسي الدولي مدافع الجبيلية في الموسم الاخير نجح فيها بشكل كبير جدا برشلونة بعد ما كان بيتنافس معاه طبعا تشالسي وتشالسي بالمناسبة عمل صفقتين مهمين جدا يعني طبعا رحيم سترلينج وكاليدو كوليبالي المدافع السرغالي الدولي واحد من ابرز المدافعين في اوروبا في السنوات الاخيرة اعتقد دعم كبير جدا لفريق تشالسي منافسة في البريمير الليجي السنة الجاية برضو هتكون ضرب نار مناسبة اخبارنا عن بره خليني اقولكو بوكبا بوكبا يمكن اللي تعرض لاصابة هتمنعه بشكل كبير جدا من بداية الموسم مع فريقه تعارفين طبعا بوكبا انتقل من المان يونيتد ومش انتقل هو عاد مرة تانية لانه قبل اليونيتد كان موجود اريدي في يوفينتوس الفترة اللي شفت فيها بوكبا الاصلي يعني بوكبا نسخة منشستر يونيتد مجاش ما شفناهوش ما عداش مفيش اي انجازات مفيش اي بصمات كنا متوقعين ان بوكبا يعود مرة تانية لليوفي فيظهر في حالة التواهج اللي كان عليها قبل الرحيل لليونيتد لكن للأسف اصابة هتمنعه او هيغيب لمدة شهور طبعا وهيفتقد اليوفي في بداية الموسم نختم بروي فيتوريا او خلينا نروح لكريستيانو رونالد وكريستيانو رونالدو موقفه بقى في منتهى الحرج حقيقة من لعب هو الاشهر على مستوى العالم كل الاندية بتتنافس عليه لعب لأكبر الاندية سواء في انجلترا البدايات مع منشستر يونيتد وصولا للملكي الريال فترة زهبية وبعد كده طبعا مع اليوفينتوس وعودة مرة تانية لليونيتد كلام كتير جدا وتقارير ربطت اسمه بعدد من الاندية البداية كان باي ميونيخ المسئولي اكده لا احنا مش عايزين رونالدو يعمل لنا مشاكل مع ناجلز من الموديل الفني سنه اكبر من سن الموديل الفني تكلفته المادية تعمل مشاكل فقط اللبس في باين حساباتهم كده فيه اندية ليها حسابات من النوع ده باريس سانجر ما عليك فيه ثورة من جانب ليو ميسي لو باريس سانجر ما فكر في كريسان رونالدو حتى قتلتكم مدريدي يا جماعة يعني حتى قتلتكم النادي اللي ارتبط اسمه بكريسان رونالدو في الفترة الأخيرة حالة من حالات الثورة على السوشيال ميديا من جماهير الأتلاتيكو بترفض تماما فكرة انتداب الدولي البرتغالي كريسان رونالدو من هنا كان الميتنج أو المقابلة الأولى اللي جامعت رونالدو بتنهاج المدير الفني الجديد لمنشستر يونيتد في حضور أليكس فيركسن المدير الفني التاريخي طبعا واحد من أساطير اليونيتد سير أليكس فيركسن والاجتماع ده كان هدفه أنه محاولة إقناع رونالدو بالبقاء خبر أخير عن روي فيتوريا لأنه مرتبط بحلقة احنا كنا عملناها هنا في سادسة حلقة خاصة روي فيتوريا طلب أن يكون فيه قاعدة بيانات خاصة بكل اللعبين المحترفين المصريين وأنا بفتكر الحقيقة ومن الممكن جدا نحن نرجع لمكتبة القناة وممكن جدا يعني يعني ممكن حتى نعيد الفقرة مرة تانية لأنه حقيقة فردنا ملفه مهم جدا هنا في السادسة العدد كبير جدا من اللعبين المصريين الوعدين مزدوجي الجنسية الموجودين في أندية وفي دوريات أوروبية وأعتقد أنه نحن شفنا منهم أنهما ممكن يكونوا عامل مهم جدا في خروج الكرة المصرية أو المنتخب الوطني المصري يعني من النفق المزلم وطالبنا الحقيقة في فترة تولي كيروش أن يكون فيه تواصل جدي معاهم سواء من قبل المسؤولين عن الاتحاد أو قبل المسؤولين عن المنتخب الوطني ولكن هذا لم يحدث فاصل ونرجع لحضراتكم في السادسة أهلا بحضراتكم مرة تانية في السادسة في أوقات كتير جدا لما الدنيا بتبقى دوشة لما الدنيا بتبقى زحمة لما كله بيبقى عايز يتكلم وعايز يسرخ ومحدش سامع حد تحب تسحب نفسك بهدوء كده وتروح لمكان هادي ويا سلام لو طلعت في نقطة عالية حاولت تتأمل المشهد كده من فوق هتلاقي مشهد هزلي مشهد عبسي تحتاج تاخد وقت وترجع حساباتك وتاخد قرار في هدوء وهو ده اللي أنا أحاول أعمله دلوقتي مع ضيفي العزيز اللي بشرفني في السادسة أستاذ عصام شلتوت رؤية على المشهد الرياضي في مصر بكل عناصره سواء مسؤولين قائمين على تنظيم مسابقات أو رعاية منتخبات والتخطيط ليها سواء أندية سواء تحكيم سواء جماهير سواء طبعا المستجد الجديد اللي بعتقد أنه واحد يعني أثر بشكل سلبي عنيف جدا على كل حاجة في مصر مش بس على قيم وعلى سلوكيات وعلى عادات وعلى كورة وعلى غير كورة السوشال ميديا اسمحوا لي رحب بداية طبعا بأستاذنا أستاذ عصام شلتوت النقد الرياضي ديفي النهاردة في السادسة مساء أخير يا أستاذ عصام أهلا بيكم أستاذ عحمل طبعا من كل مشاهدي قناة النادي الأهلي أهلا وسهلا يعني أبتدي معاك الحقيقة بالمرحلة اللي وصلنا لها ويمكن المرحلة دي مش حصلت دلوقتي بس حصلت وابتدينا نحس بيها في سنين كتير جدا كان منتخب مصر بيبقى مش موفق النادي الأهلي بيقفق في تحقيق بطولات وقربها يمكن سبع سنوات عجاف ما قدرناش نوصل لهم فيهم لللقب الغالي بطولة دوري الأبطال ورغم كده ردود الأفعال ما كانتش بالعنف ده ما كانتش بالحدة دي يمكن من قبل حتى نهاي دوري مباراة نهاي دوري أبطال مع الوداد وفي حالة توطر شديدة جدا على السحر الرياضية وفي حالة تربص كبيرة جدا بالنادي الأهلي في حالة هجوم مستمر على كل ما هو مرتبط بالنادي الأهلي شايف ده إزاي وشايف إيه هي أسباب هي السنين اللي أنت بتتكلم عنها أحدث الآن اهتراء إداري في إدارة كرة القدم واكبه على طول أن أنت وأنا قلت ده مع حضرك تحديدا يعني ومصر على أقوالي زي ما بيقولوا في التحيئات أنه النموذج الإداري الناجح لابد أن يعصف به مش معقول بقى أنت واجع البناء على طول لأنت بتهاتي علشان ظروفك وحشة ولأنت بتطلب مساعدات ولا عايز ترطي فوق النادي ترمي لك بقى لبس وكسين أمح ومش عارف إيه وبالتالي وشوقات كور كل ده عامل حالة من الزهق والضيق من إدارة الحمراء وتحديدا لما بقى فيه مجلس أقرب ما يكون ليه جمهوره اللي دايما السلوجن بتاعه برضو معرفش ليه بيدخله معابته إدارة المحتوى في حال التحرش قالوا وهو أن جمهوره هو حماة طب دي فيها إيه ثم دعاة بقى أن أنت بتحب لقى لك تمروطن عاجات كده إيه ما تقدرش تفسرها نزولا بقى برغبة محمومة أن أنت تبقى مع الكاتيجوري اللي موجود ما ينفعش أنت تبقى متفوق شوية لدرجة أن أنت بيتلغي لك من موسم كامل الفوز بأمم أفريقيا للأندية أنا سميها كده سمحت لي يعني لأنها برضو في الآخر الأندية صحيحة لا تمثل لكنها من لا تمثل يعني في الآخر هي من مصر يعني معلش الأهلي لما بيلعب أو بياخد بطولة أفريقيا هي بطولة بتحسب لمصر أو للكرة المصرية صح ولا لا الرانك بتحسب للنادي لكن هي تعميقا لأنه من مصر ما ده اللي أنا بقول حضرتك ليه لأنه في الآخر في تجمع كامل اسمه الكل بقى بيلغي كل الألوان ويذهب نحولون العالم تمام يعني في النهاية في النهاية ده شيء يحسب للكرة المصرية يسري الكرة المصرية صحيح يدفع بها دفعا إلى أنك تخوف منافسيك على مستوى بقى الدول أو الأمم وبالتالي ده كلام واضح وصريح فأنت يتلغي لك من الزاكرة الإنسانية أن أنت خدت البطولة بعد عناء شديد ولقوا إيه اتنين وارا بعد والتالتة لعبتها يا للعجب ثم تحتفظ سنت النهائي البطولة فأنت لعبت التالتة ما خرجتش من مجموعات ناس لا 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 يعني فيه أوقات كتير جدا بتبقى بعض نتائج الفرق المصرية عموما ضعيفة جدا ولا تحدث مثل نفس ردة الفعل دي مجرد مشاركات يعني خليها على الله زي ما بيقول أنت تلقت في الترتيب الجدول تروح مع التانيين لكن أنا بكلمك على أنه الأهلي اللي يلعب إلا النهائي فبالتالي من ستة لعب خمسة ومش عايزين نستفيد في دي كتير لأن دي مش محتاجة شرح وبالتالي التالتة لعبتها اللي هو نهائيها يعني لعبت وكان مكان وقتها والأهلي لا يشكو اللي حصل حصل وخلاص الأهمية دي قوي جنب بطولات زي دي لا والأهم أنك أنت بتحتفظ بالتسعة في العشرة وبتلعب التالتة على التوالي وإذا حدست كانتها تبقى يعني ضربة غير مسبوقة وقد لا يصل لها أحد برضو الحمد لله أنه الأهلي ماشي ولعب النهائي ثم تحتفظ باللقب أيضا في برونزية العالم مش بس تاخد المركز التالت تحتفظ يعني رحت بالبرونزية ورجعت بالبرونزية على الأقل المنافسات العربية كلها لصالحك واضحة بمنتال وضوح يعني وبالتالي هنا لازم وحتى يعني بعيدا عن اللقاءات العربية أنت قابلت بطل كونكاكاف المكسيك منتريت قابلت بالميراس بطل كوبالي برتادوريس دول في طريقك للعالمية هنا فاندم هنا أنا بتكلم على فكرة أنت مش بس قابلتهم تتفوقت عليهم كمان وهنا اديت يعني بعدت رسالة بتقول أنه كرة القدم في مصر بخير وتستطيع أن ترقى إلى منافسة الكرة العالمية هو ده بقى اللي مخلي كل المطبط الصناعية توضع في طريق الأهل لأنه إذا جاءت إدارة مماثلة مماثلة هتلعب مع العالم عن طريق المنتخبات بقى وبالتالي طب أنت بتكشف عوراتنا يعني طب يلا عم منزل بقى فكلام ده ياخدنا ليه تعمل النهاردة مثلا التحكيم يخرج فيديو 11 ثانية بغض النظر فيك ولا مش فيك الإجابات على إيه تبقى إيه وأنت فاكر ده فيديو يا أخي رد ورد محترم حدث أولا أتحد الكرة نفى ده نفى طريقة النفى أحمد بعد إذنك النفى ده له الدلائل والنفى ده أنا بس بنحط الصورة كم أنا بس عكس النفى إنه حصل بس بيداره إيه الطريقة دي المستفزة أستاذ كمال علم قالها بقى باللفز هنقطع رقبة أنت عارفيني هنقطع رقبة المخط والمخط يعني يصوله ويقوله ويورينا رقبته كل دقيقة إنها لم تطر بعد وبالتالي أنت في حالة مستفزة أو هناك من يريد استفزازك حسنا يفعل الأهل إنه يعني يهدئ أحيانا لكن بقى إيه خلاص فض الكيل فض الصبر وبالتالي هنا لابد أن تدعم إدارتك كمواطم أهلاوي وتقول إحنا معها في كل قرارات طيب أنا عايزا البقى ده المشهد ده كله وانعكسته على السوشيال ميديا هذا العالم الإفتراضي اللي محدش عارف مين بيكلم مين ولا مين بيقول إيه ولا مين حتى هدفه إيه هل شايف إنه منصات التواصل أنا مش محبش سميها تواصل اجتماعي لأنني أعتقدش إنه بقى فيها أي نوع من أنواع التواصل كلها بقت بزاقات أو بقت هي بدأت للتواصل الاجتماعي بدأت للتواصل الاجتماعي لكن تحولت الحقيقة لحرب إلكترونية ممنهجة في السياسة وفي الاقتصاد وفي الرياضة وفي كل شيء يعني بيتم استغلالها أسوأ استغلال هل شايف إنه اللي بيحصل على السوشيال ميديا بيعكس الحالة أو الوعي العام اللي موجود عند بما نحن بكلم كرة عموم جماهير الكرة وبشكل خاص عند جماهير نادي الأهلي ولا السوشيال ميديا في وادي وجماهير الكرة في مصر في وادي تاني لا بص لما تعملها فئات هتلاقي أن هناك سوشيال ميديا يعني طيبة المراس عندها ضمير هناك سوشيال ميديا مش أقول يعني أسميها مؤسسية تهدف إلى الربح يعني كون لك فصائل تخرج للدفاع عنك تخرج للخناء بديلا عنك في مقابل مد في مقابل مد وهنا يجب التفرقة بقى ده دول مش العاملين اللي بيعلن عنهم وبالتالي يبقى دفاعهم بموجب واحد اتنين ثلاثة لا هو في الخلفية زي فيلم سبع الليل بتاع زمان بيخرج ملسم يدي الطلقة وفي الخص ويجري في القصب وبالتالي ده ما يتقالش عليك أنا كلام كتير جدا حابة بسمعهم الحك في الجزء دي تحديدا وعندي كمان يعني أسئلة تانية مرتبطة بالفواقع الافتراضي المفروضة علينا بس تسمحنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا أستاذ عصام شلتوت أهلا بحاداتكم مرة تانية وكنت بتتكلم قبل الفاصل مع ضيفي العزيز أستاذ عصام شلتوت على السوشيال ميديا وهل منصات التواصل أو ما يسمى بالتواصل الاجتماعي يعني بتعكس حالة الحالة العامة عند الجماهير الكرة في مصر ولا ممكن نعتبرها استثناء مش قاعدة ونهيك طبعا أننا نحن نتكلم على تأثيرها هل هي مؤثرة سواء على المنظومة بشكل عام أو على اتخاذ صانع القرار أو قدرته على اتخاذ قرارات معينة هل بيستجيب لضغوط السوشيال ميديا على حالة اللاعبين على الأجهزة الفنية ما هو حجم تأثير المنصات التواصل على الحال الرياضي أو الوسط الرياضي والمنظومة الرياضية في مصر مرة تانية براحب بحددك أستاذ عصام هل شايف هل شايف أنها المنصات دي أو اللي حاصل الصفحات اللجان أيها الدنيا ما اختلفتش كتير طول الوقت كان فيه محرك جماهيري ألا وهو قيادات الجماهير تمام زمان كان يعني حتى كان لما حد منهم يعني بيقضي نحبه وربنا يرحم الجميع كواننا بنكرم أنه ده كبير مشجعين كذا وده كبير مشجعين ماذا فكان يحرك الجماهير زمان كان عشر الناس يحركوا المئة وعشرين ألف لكن يحركوهم نحو إيه نحو التحمل الفريق نحو على الحلوة والمرة ولا لأغراض أخرى أنا بقول للسوشيال ميديا أنه من يعمل في هذا الحق خاصة أنه بقى أوبن يعني نوع حتى لو صفحات ممنهجة عشان نقول لهم حاجة يقدروا الشباب يعتمدوا خلي العامل ده يعتمدك مفيش مشكلة ولو يعتمدك كهاوة يا سيد أنت مش هيجاب لك هو يعني ترخيص أو شيء خلاص دي صفحات النادي إكس وبالتالي يبقى الناس بس عارفة ليه؟ علشان تنقل حكاية من السباب السباب والشجار ده شيء مأساوي الحقيقة وتركه على امتداده في منتهى الخطورة وده مش كلام يعني تنظير خلينا نقول أنه في سنوات ما قابل السوشيال ميديا كان الضغط ممكن يبقى حصل من وسائل العلامة التقريدية ومن الجمهور في الملعب ومن الجمهور في الملعب وكانت حصة أسبوعية لما كان الأسبوع بينتيب ماتش الأسبوع لكن في النهاية أستاذ عصام في نقطة هنا فارقة سواء كان جمهور في الملعب جمهور حي موجود في المدرجات أو كان وسائل العلامة في النهاية أنت عارف أنت بتكلم مين قدامك طرف واضح المعامل شوف أحمد هنا بقى دور الإدارات الإدارة التي تخضع للسوشيال ميديا هي وشائل خليني قبل مجل التأثير بس أنا بتكلم هنا على الشكل في النهاية سواء كان جمهور في الملعب أنت قادر تحسبه أو قادر تعرف تكلم معه سواء كان وسائل العلامة والاثنين في النهاية عندهم معايير واضحة لأنك أنت في النهاية بتكلم مع طرف واضح قبل التلفزيون والجرنان اليومي برضو كان فيه الراديو بس وكان فيه الترولي بقى قبل القطار السريع كل زمن له أدواته لكن الضوابط المعايير اللي ممكن كل واحدة منهم بتستعمل فيها حضرتك إحنا محتاجين ضوابط إحنا محتاجين مسئولية ما والمسئولات المجتمعية على فكرة مش من وعز ضميري وبس لا قواعد ولا قانون يحكمها ليس حاجة أسماء أن أنت بتوزع كده ملك من ربي من عند ربي ده كلام جميل قوي وانت طفل يعني ولو أنه بيبقى كمان بين على الأسرة أساسا فهي بقى مستهيبة كده وتربى من عند ربي لا هو لما كبر في وسط أسرة لقى عندها ضمير عندها مبادئ عندها حب الغير عندها كل حاجة حلوة لكن ده مش معناه أن تترك السائب في السائب وبالتالي ما أحوج يعني قواعدنا الجماهيرية وطبعا في الرياضة وكرة القدم تحديدا لأنه ده خطر اللي ما يقدرش يخش للبلد دي من أي حتة ممكن يدخل لها من الخطر ده الحقيقة يعني وبالتالي لازم تنتبه كل الإدارات المعنية بالرقابة وبتفعيل القانون لأنه ما يقدرش أنا أقول المنع في المطلق لأنه المنع إذا جاء الآن لصالح وطن قد يكون في أزمنة أخرى ضد طب خليني أتكلم في نقطة تانية طب أسمع الأول منك هل شايف أن تأثيرها بقى واصل عموما يعني أو ضاغط أو محطوط في الاعتبار من صنع القرار هل شايف تأثيرها من غير ما تقول في السؤال بنسب كل إدارة وقدر تحملها لكن في النهاية أنت إزاي تقدر تسيطر وتستولى وتستحوز على السوشيال ميديا اللي ضدك قبل اللي معاك بتحقيق الأهداف والنتائج الموضوع سهل جدا أصلا يقول لك إيه يعني مش هيقدر يعمل أي حاجة وبالتالي هنا دور مهم جدا للإدارات طيب السؤال الجادة صعب ليه نو محتاج صراحة منك لأنه جزء من التشخيص والرشدة هل سهمت وسائل علامة التقليدية ورقية مقرؤة مسموعة في استغلال الحالة دي اللي موجودة على السوشيال ميديا لتحقيق مكاسب ولا قامت بدور عكسي بقى في التوقيت ده وقدرت تحط ضوابط عشان تحاول ترفع من وعي الجماهير ترفع من ثقافة التشجيع يعني شايف دور الوسائل العلامة التقليدية وتأثيرها إيه في المستجد الجديد اللي دخل السوشيال ميديا وهل درجة فراغ سمحت من خلاله كمان للسوشيال ميديا أكتر بأنها تكون لها وجود وتأثير وانتشار إلا من رحم ربك يعني بنسبة كبيرة جدا الوسائل التي تتحدث عنها مش قادرة تحرك سكنا لأيها كمان عايزة تستميل السوشيال ميديا عايزة تستميل رأيها عشان تبقى معاها مش ضدها هي كمان دخلت حلبة صراع لم تطور نفسها فيه كانات كبيرة أو على فكرة مع انهزام الورقي مش نهايته ما طوروش نفسهم ما عملوش بوابات عظمة ما خدوش نفس المكانة اللي كانوا أخدانها في المطبوع والمسموع أيضا والراديو ده شيء عظيم في كل العالم مش واخد برضو حقه قوي لكن كمان فيه حاجة تاني دماء خفيف قوي اللي بيقابلك في التلفزيون بيقابلك في الراديو بيقابلك الصبح بيقابلك الدور وكأن دول الهبط الذين هبط عليهم الوحي وبالتالي دي كمان أدي حاجة لأنه الناس كمان خلاص بعضهم مش واثق في حد بعضهم مش مصدق ان مصر مش ولادة والحقيقة برضو فكرة انه كل حاجة ما فيش الا المجموعة دي ما فيش الا الكام كيان دول افتحوا السوق شوية طلع مواهب طلع أجيال جديدة شغل أجيال قديمة تحس ان انت مقهور انت مش عارف انت معهم ولا ضدهم انت مع البلد ولا ضدها نحن لا نستدعى في برامج انا بقولها لك اهو ومجموعة اخرى هي التي تستدعى طب في ايه طب لو عندنا التهمات قلوها لنا وبالتالي انت منوارنا اهو استاذ عصام لا انا بتكلم على الكائنات الرئيسية ما دون لا ما دون القناة الفقوية لان القناة الفقوية انا اعمل بموجب ما اريده يعني انا حابب ان انا افسح عن نويتي وماله لكني اتقي بقى قول الحق من عدمه ده بقى بتاعي انا وضميري ورب العباد وفي الاخر عند نجزة مالك طبعا المنافس لديه ايضا قناة او اي حد يصبح لديه يعني شاشة زي ما حضرك سمت وبالتالي لا لابد من ادوات فتح جديدة مش بس علشان اجيال وراء اجيال مش بس كده لانه فعلا انت تحتاج لرأي اخر انت تحتاج لتفسير اخر لان كلنا اكيد البلد دي تهمنا والخبطة وانا بقولها هنا هو الخبطة التي يجب ان يحتاط منها هي خبطة كرة القدم يعلمها وفتنتها او من يحاول وضع مذرة فتنة حقيقي ابتعاد او تراجع وسائل علامة تقريدية هو اللي اتاح لسوشال ميديا طبعا وعدم التطوير طيب اذا كنا بنتكلم على تجارب ومناسبة كما حاك لقلته احنا شفنا وبما ان هما جزء من مصادرنا هنا في السادسة شفنا لجازتة ديلو سبورت ماركا في اسبانيا اس اسبانيا الالكيب في فرنسا شفنا ازاي ادروا الالكيب يومي يعني وجريدة مطبوعة صحيح وادروا كمان يواجبوا يعني ما فقدوش المكانة والبراند اللي هما قدروا ينجحوا فيه وادروا كمان يعملوا التحول الرقمي اللي خليهم لغاية النهاردة موجودين على الساعة لا انه هو سيد احمد يعني واحنا برضو مهنيين كما بعضنا البعض كلهم في مجاله يعني انا صحفاجي يا حضرك اعلامي اعلامي بقى مرخص لك كمان مش بقى فجأة كده وبالتالي ادروا ليه هل يعني القرى العجوز دي اوروبا احنا فتكمنا يعني مؤكد لا الا في عشياء وبيستعينوا بخبراتنا والحمد لله وحاجة شرة في المصريين وبالتالي هو عمل ده لانه ما بيطلعش في الوكيب مثلا علشان يقول ايه الاهل والزمالك في التساعة مساء يكون اتهرس في المواقع التشكيل مين هم طوروا المضوع مع وجود منصتهم وبقى بيجاب لك الستوري بتاع الموضوع وبقى بيعمل تقارير تعمل اللي انت عايزه يعني تعمل حالة الوعي يقول للجمهور احسن حالة ايه يقول لهم ستوريز عن كيف كانت مذابح بسبب كرة القدم عن كيفية بلدان التأمت بينهم جروح بحروب عظمى بسبب رياضة وظل نموذج الصين وامريكا والبينج بونج واخبالك لكن هنا لازلنا نتحدث عن الرئيس في ألمانيا اليوم والرئيس اصلا الزيارة بقى لها 18 ساعة على السوشيال ميديا طيب انا من كلام حضرتك انا بقى قول ميشيل على عدم التطوير احنا ليه بنتكلم في النهاية احنا بنتكلم في النهاية عشان نوصل حلول اذا كان في مشكلة مرتبطة بثقافة جماهير اي بوعي جماهير علينا ان احنا نهيلايت او يعني ان احنا نسلط الضوء على المشاكل من نوع ده والاهم من كده كمان احنا نقول ازاي في تجارب حصلت وقدر التغير حقيقة تتذكر انه في الدوري الانجليزي من سنين مش بعيدة قوي انا كنت بقى يعني بشوف الكرة الانجليزية اياما كانش فيها اي متعة مثلا كان بتتنقلنا مثلا حتى قبل وجود الديش مطشن هنا تلات كان دايما تليفيزيون كن مصري كان يشتري كان فيه كان فيه مدرجات عنيفة كان فيه الهوليجنز خروج على النص خناءات ومدابح كيف هو مدرجات خلال سنين مش كبيرة في عمر كورت الخدم ان هم يطوروا عشان يكون عندهم اهم واقوى واكبر مسابقة ونشوف النهارده الجماهير اللي حضرة بصخافة مختلفة في نسبة 180 درجة عما كان متعرف عليه سنجلتر لاكسرش دائم بحس دائم عن الافضل الناس تورد بالقانون اولا قبل الوعي لانه حق المواطن المصري الشاب قبل الكبير انك تخلاله حالة وعي ما تسيبوش يغلطه في الاغر تقولي هيا بنا نحاكمه لا تعالوا بقى نحاكم انفسنا اذا كنا مدعين ان احنا قادت رأيه او حتى كرجل رب اسره او في طريقك ان تكون رب اسره يعني وبالتالي خلق حالة من الوعي لكن يسبقها تطبيق القانون المرأة الحديدية قالت فلتسقط حقوق الانسان هنا يسقط اسم انجلترا ومنعت الجمهور وجرم ما يفعلوه في الملاعب تجريم غليز وامتد حتى في الكورة اللي كانت على طول الديها واحدة انجليزي عالية اي واي سرش دائم عن افضل طريقة وجابه وادل لو انت فاكر الراجل اللي كان الحريف الوحيد في الجيل ده عشان يمسك منتخب انجلترا حتى لو لم يكن موهلا ما كانش معناه دي كبير قبلها عشان الكورة اللي على الارض وان الكورة دي من جلد البقر والبقر يحب العشب شوف بدأوا مع العيب الانجليزي بايه يا راجل لكن لا ترفع وجهك الى فوق انت لا تحارب بطائرات في الحرب العالمية التانية وبالتالي خلقوا حالة من الوعي عند الادارة وعملوا بقى برامج كتيرة جدا منها الكورس بتاع الفيفا اللي مصر دلوقتي بقى بيعدي عليها انما مين هنا بيعمل كده اذا كان مبارح فيه من اتحاد الكورة العضو بيقولك ايه اتمنى ان يكون الدور الموسم القادم دور واحد طب انت بتتمنى لايه واحد رجعي اجازة في مصر بس اتحاد الكورة تقصوا اتحاد الكورة ولا ربطة اتحاد الكورة اتحاد الكورة مالوش علاقة لا ما هي بقى هنا الحكاة ما اسمها ايش مالوش علاقة الحكاة اسمها انه هو والربطة بيدوروا على افضل نظام عشان ده مع النص وده مع النص ده مع الانداء وده مع المنتخبات حلم المصرين الكل وده مع حلم على الفصائل ازاي دول ما بينتبئوش لانه لابد من حالة اجازة باي طريقة لو حتى يقولوا النور قطع كده وكده عن الملعب عن اجز عشر طياب لازم مشوه انما تمنى زي برضو الرابطة برضو التشكيلة فيها ناس على تمسمها عندها وبتاع ومحدش بقى يقولك ايه اصله داري غيرها لو كان فني اصله ده معاقسهم بس لا التجارب لازم تنقى وهذا ليس تشكيكا باحد ولكن اتقاءا للجمهور على ذكر النموذج الانجليزي من اربع خمس اسابيع قول شهر ونص لحد يسيب كل حاجة وتكلم على المدة في مواطن انجليز يتحطله وانتد ودفع غرامة يكنه في المرور ربعمية سترلين لان الكاميرا جابته هو غلط غلطة هو فين ما سمي من الدولة اشتراطات النيابة العامة زي ما ماركوس راشفورد نجمي اليونايتر اللي كده رفع قضيه على الشاب المصري كله كان فاهم الوقت ساعت بيرد على ناس يا ام كده هدايئك وهتزعل لان لو جريت ورا القانون مش هسيبك عيبا ما تبقى راجل كده وتبقى حطت ان البتاعك وردة وتلاقيه وعد تاني عمل لك فيه ايه ده خليك راجل وتكلم او انصع للمنطق وحاول اللي قدام فيه قعدة شهيرة بتقول من امن العقاب بساء الادب يا قعدة ستظل راسخة رسوخ الحياة الابدية وبالتالي وبالتالي فين اشتراطات النيابة العامة بقى استاذ احمد اللي بتقول للربطة والاتحاد هم فين هم فين من ده هم فين من ده هم فين من عدد الجماهير تجد جماهير كثيرة وجماهير قليلة هم فين هم فين من تقديم مشروع لعودة تلاتين الف مش هقول المية الامن مش هيدخل حد الا لو ادارة المحتوى اللي شغلتها الكورة وبتكسب من الكورة حتى المتطوع وجوده في حقل كرة القدم يوضف له في عمله الخاص يا اخي لو بتاع ترمس يبيع ترمس الوطن العربي كله لانه من مشاهير الكورة وهذا ليس عيبا ده تعويضا عن العمل العام وبالتالي فين مشروعك تروح تطمم بيه الامن علشان يعرف انت هتعمل ايه وبالتالي حين تكتمل الدايرة دي وعشان كده انا دايما بقول نحن في انتصال قرار سيادي الحقيقة بان الصناعة دي تحية الصناعة دي تفتح 150 الف فرصة عمل اللي خرجين تربارة ده وخرجين جامعات وديبلومات مش لقيم فرص عمل فيما هو منصك كذا وكذا لكن بيفكروني بواحدة من احصائق السادسة انه الدولة الانجليزية موفر 96 الف فرصة عمل يا باشا دول بيزيدوا كل المسلمين والتالي وواحد من اهم موارد اللي بتضخ في الاقتصاد الانجليزي وده اللي بقوله لحضرتك انت فين من بقى المنتج بتاعنا عند اشقاءنا العرب وهم ما لهمش زنبه هم يعني يرفعوا القيم بتاعة كرة القدم في بلدانه وبعدين واحد قالك والحمد لله انه ما حصلش على نهاي الكاز عشان نعمل كرنفال في هذه الدولة ومصر يعني ايه ربنا مش كتب لها كرنفال وانت ما كانش ينفع تجيب شركات السياحة وتقعد تعمل جلسات عمل فتعمل للمصريين في الخليج يا اخي اجازاتهم الرابط باكيت جي كده يروح يقضي يومين مش عارف في شرمه ويوم فين والمباراة وتشتغل مصر للطهيران وتشتغل السياحة والملعب يتحطله شوية مكت زي ما شقانا بيعملوه والحاجات بيعملوها هرجع معاك تعمل بص الملعب اللي انت داخل فيه كبير جد اللي عند غيرنا ده مش موجود ده موجود في كل بوتيكات الملعب اذا صح نسميها كده صحيح مصر قادرة على انها تستضيف اي شيء اي فعالية وقد حدث في ثلاثة شهور تأس عالم اسمها الكنة عشرين تسعتاشر صحيح وبطولة العالم لكورة اليد في ظروف قاسية جدا دول كبرى وعزمة اعتذرت عن استضافة فعاليات مهمة جدا ومصر فتحت ابوابها اليابان ام التكنولوجيا عملت ايه بقى يمينا يعني خدت التجربة كاملة عشان تعمل الاليمبيات صحيح مش عشان تعمل بطولة الاليمبيات ودكتور حسن شاهد على هذا العصر صحيح نرجع الى السوشال ميديا مرة تانية يمكن واحدة من سميها عوامل الخلل يمكن اسميها كده وانت صحح السوشال عوامل الخلل واحدة من عوامل الخلل الاستجدد عشان وجود السوشال ميديا ايه فكرة انه الناس النهاردة بقت بتقيم مستوى نجاحها او فشالها من توابع السوشال ميديا ما ده اللي قلتلك عليه انت لا تواعي المستخدم اللي هو الشباب بحبهم الجارف او يا سيدي لو ليه مصلحة حتى يمكن عايز هو يبقى ده بيدرير له ربح وماله يا سيدي لكن انت لا تدربه ولا تنجز معه مهمات في تعميق الفكر والضمير وعلى الجانب الاخر البعض من يديره هو مستوصق بيهم هو يراهم جيشه ويسخنهم بقى على غيره وممكن انا وانت حد يصلت علينا حد لو قلنا حاجة مش يسكته عادي جدا على فكرة مش بالضرورة عشان هو مستوصف عنده ممكن لانه بيحبه يقول له الحق احمد واصام بيدمرونا يرؤوا طالع ميدمرنا انا وانت او يحاول يعني وبالتالي لابد من وضع آليات تحترم مش عنوين وبس طيب نجل السؤال الصعب زي كنت حضرتك النهاردة صنع القرار وكده تليك مهمة انه احنا عايزين نغير ثقافة الجماهير في مصر عايزين نغير عايزين نزود شوية الوعي عايزين نرجع للقواعد والسواهب اللي هي في النهاية انه الرياضة منافسة شريفة تحتمل نتيجها كل شيء نجاح في مرة والخسارة في مرة تانية انه الاحترام في ظل المنافسة الشرسة امر واجب تمام في كتير من المفاهيم عندنا اللي محتاجين ان احنا نفكر انها لازم نبتدي نغيرها حتى لو المشوار الالف ميل يبدأ بخطو تمام اتحاد القرى ونضع في يوم واحد قانون للي يقوم من على الدكة مايجيش هنا تاني عشر مباريات هنبدأ بالاقوى لو بره بيقولوا ماتش لا عشرة ثم تشغيل الكاميرات وتأتي برؤوس الفتنة او يا سيد المخطئين مش هسمي حد هو بقى وفعله ووجوب محاكمته محاكمة عاجلة نعمل حاجة زي مركز التحكيم كده اسمها محكمة للقضايا دي تحديدا ونيابة جهزا لها استعلم السيد النهاب العام ده محام الشعب تمام اذا ضبطت هؤلاء لن يكون هناك الا كل ما هو جديد في الاسناء في الاسناء الاجهزة التي تراقب مراقبة حقيقية عليها ان هي ما تسبش عد تجيب بقى الانتنات وتجيب كل من اخطأ الوعي ما بينشاش عند الشعوب اللي كده استاذ احمد الوعي ما بينشاش عند الشعوب اللي كده كان زمان لو جيت قاضي واحد على السوشيال زمان ده اللي هو قول ما بدأت يا عم ما توجعش قلبك دلوقتي لو اصريت هقول لك محامي صديقك برضو عايز الوعي فيفق معك عشان أنا ما عايش في الوسد محامي وصع في شاطر يقول احمد واصام والمحامي فلاني فلاني رفع قضية على كذا ومشي وراه وكل ما تتأخر نسأل اتأخرت ليه وهو ينشر لنا والمحامي يروح مكتب سيد النائب العام لان ده خطر يكتاح المدينة طيب انت مسكت مسكت ورقة التشخيص كده وجبت من اخر سطر لكن سبت للمقدمة وسبت اول سطر ايه المقدمة عشان انت لومت في النهاية واخد بالك واخد بالك وحنا منتكلم على جمهور الكرة اغلبه انا ملومش الجمهور انا ملوم بقدارة المحتوى ممكن وانا لما فاصل مدرسة لم ينجح احد هلومت طلبة ان شاء الله معلش استاذ عصام في النهاية لما تشوف ناس مفترضنها في موقع مسئولية في اتحاد كورة في لجنة سلسية يعني كان حاجة في اعلام رياضي تمام في مجالس ادارات قندية تمام الناس دي هي اول من يخرج عن النص والناس دي مفترض انها تكون اول ناس انا قلتلك اول حاجة اجيب دول ونشرع ما هم كمان يبقى واحد فيهم يغلط هو انا اجيبهم علشان يبقوا شركائي لا لان هم اللي معهم ادارة المحتوى فانا بقى انزرهم زيهم زي الاداريين والمدربين زيهم زي مجالس الادارات زيهم زي البرامج هي هي اتقي يعني قادة مسؤوليات الاعلامية والصحفية سيد كرام جابر سيد زين ونعمل المنظومة دي على بعضها لازم لكنها لا يمكن فيها التأجيل ولا يمكن فيها قرار واحد يبقى زي الجلي خالص لازم تبقى حاجات متماسكة صلبة تنشر فورا اللي بقول لك ده شهر يدوب يعني ممكن يبقى قل لو صلحت النواية واشتغلت البصلة دي فيش هزار كل فيه مجانه كل فيه مجاله واول حاجة اعملها كمان اصدار قرار انه اللي بيشتغلوا على البورد بتاع اتحاد الكورة يبقى ليهم مخصصات عشان حسابهم أنا بنكسب ولا لأ من المنتخبات وربطة الاندية دي تقول لي اتبيع بكام وتشتري بكام وحتى الان احنا ما فيش اي حاجة بتتبع ليه من منتج الكورة لا بنشوف هاي لايتس ولا ديها هنا ولا خامس ديها هنا ولا اي حاجة هنا روح ادورها لحاول الاندية انت واي في ساكت وبتدي الاندية احساس انه اللي معالحهم ما قدرش اكلمه مش صحيح انت دورك غايم حايز بقى حد انت كرابت او انت اتحاد طبعا كرابت وكاتحاد لكن كلهم متوكلين على الوجاهة يا سيدي الفاضل وانا بقوله هو على مسؤوليتي مفيش حد بينتج ولما بنزني بننتج تحت ضغط وبتحتاج قرار سياد فتعمل شركة تس كارتي اللي هي شبه كل العالم فتدور في منت فتعمل اي دي كارت وتخزين المعلومات لانك طمنت الناس ان ده كان الاول بقوله للناس ايه لان فيه سوء سوء ده وبتاع يقولك اعتدهم بناتا عشان يمسكوك يا عم يا ابن زي كل العالم مش انت عاوز يبقى زينا زي التانين انتو بتروحوا الكافيه اللي بيعرض دوري الانجليزي بتيشيرتات وعملين روابط وما بتزعلوش المعلم صعب الاول عودة الجمهور للمدرجات يخفف شوية من حالة الاحتقان والتوتر اللي حصل على السوشال ميديا لكن تتواكب معه قانون واضح يتوزع على السوشال ميديا ويتعاد مرة واثنين وثلاثة وتعمل خط بدأ وتقول لهم خلال عشر ايام سيتم تطبيق القاتل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ايه الصعوبة في كده ايه الصعوبة في كده ما في قاعد بيروا يقعد في المغرب شهر عشان بطولة وهو عنده حكام هنا وهو عنده جو على راية نكتة بتاعت حمد السلطان زمان الله ارحمه يعني الدنيا منعكشة لكن اسهل حاجة في البلد دي انها تدور في ثانية اول ما تحط السيديهاية وتقطع الصعوبة المانوال دي بس وما حدش بيقعد يقول له فوق فوق الله ارحمه كابتن باكر مرة قالوا له حاجة زي كده قال لهم انا طلقت الغاية السطح بتاع مزبين وملقيتش عد فوق يقول انت طالع ليه كلنا بنعمل الحاجات كده ونمرر بها اللي احنا عايزينه واحنا وإلا فوق يقول لنا يا أخي ايه المشكلة يعني جمهور الاهلي سايكل يعني انا فهم طبعا تركيبة الجمهور الاهلاوي مختلف سوعة هذا لا يعني انه مفيش برضو بعض المنغصات وعلى الاهلي ككهان ناجح ايه انما مش زي ما حد بيبسلك انا اللي معايا الكارت اللي مالوش حل لا 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 هي كروت اخرى اه بس مش اللي مالوش حل لا لا شرح للحتة دي اكتر يعني هذا لا يعني ان ما فيش جهات زي ما بنقول كده تحكمية او مؤسسية مرة بتلعيبكش علشان انت قلتلك نموذك ناجح لكن ما بيروحش بقى معاك للسقف اللي هو بتاع فوق دي وحسسك انه مثلا هو تتكلم اللي حصل للتعادات تقلب عليك لا 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 مش كده بقى الحكاية دي اديوة طيب خليني اروح لجزائي تانية مرتبطة اكتر بجمهور الاهلي مش جمهور الكرة في مصر ام ام تركبت الاهلوية تركبت جمهور نادي الاهلي مختلفة شوية يعني يعني في جماهير نادي ممكن تبقى ماشية ورا ناديها العمر كله وناديها ما بيكسبش طبيعتها كده انا فهم طبيعتها كده وتعودت على كده دول كان عايزين يعملوا الاسلوجة انا قبلت شب كتير على المرة والمرة بالهند فيه يعني ان حد بيقولهم على الحلوة دي اصد لا شوف الحب لا شوف الحب ماشا هنعتبر انتماء يعني زيادة وحب زيادة وعيش زيادة يحسب ليهم برضو يعني انا بشوف كجمهور كرة انك تستحمل المعاناة دي وتقرر انها تكون جزء من حياتك ده 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 ولا تفقد السقة ولا تفقد السقة ولا تفقد الامل ببرندك ولا تفقد الامل برضو مهمة جدا لكن في النهاية تركبت الاهلاوي غير تركبت الاهلاوي ما يعرفش يا مرحمين يعني يعني الاهلي يكسب زي ما يكسب يجي في اول ملف ويخسر لقب الدنيا بتبقى مش احسن حاجة لكن عمرها عمرها ما كانت شرسة عمرها ما خلينا حضر عمري ما حسيت ان جمهور الاهلي متلقبط او متشتت في لحظة انت محتاج ويبقى متكاتف ومساند للنادي في ظروف في ظروفه الصعبة اللي بيواجهها زي دلوقتي اطلع اقول الله السيد احمد ده بيعمله انا ليه لتلك بيقوله على المرة والمرة لان جمهور الاهلي متفرد يتحمل صعب النتائج في اواخر في بداية الستناد سبع ويتغلب ولا يهب ويستنى الفرق ويسقف لها طبعا لكن اللي هزعلوا انه لمال ولا جمال يعني لا بتكسب ولا فيه ولا فيه روح وجمهور الاهلي متعودش حد يحفل عليه الا لو هو بعد ما فاز بس لعب واحدة بواحدة هيسا هيسا خفت التحفيل دي ايه موجودة في كل العالم بس الضوابط برضا محدش بقى يذهب فيها فيه سبه وكسره وضربه لكن موجودة الناس كلها بتناير بعضها جيل وراء جيل بتدحك ناس بتهزر ناس بتدحك لكن بدون إساءة وبدون إهانة ما هو الإساءة والإهانة دي مش هتحيل عليك يبقى فيه قانون يرضعها بس خلاص يا أستاذ أحمد لا تقوم أبدا حضارات إلا على مواثيق وقوانين ولا واحد تطبق على الكل لما أنت ما تطبقاش علي أنا مش تمشي ويتلعن سلسفيلي ولو قلت عيب لما تشتمني أنا أقولها محترم كنت ردت عليك فبقى أنا متأم للمرة التانية يعني تطبقها على الكبير طبعا قبل الصغير صحيح نرجع مرة تانية لسيكولوجيات تركبت الأهلوية هل حاسس أنه اللي احنا بنمر بيه دوقتي مختلف هل حاسس أنه أنه فيه أصابع خارجية زي ما يقوله هل حاسس أنه أنه فيه أطراف تانية الناس ولاد جيلها لكن ربما فيه حد اللي هو مصلح لكن كل الناس ولاد جيلها ولاد اللي بيعشوه ولاد الحماسة ولاد أنه بيسمع كلامك وبيصدقك هو كمان بقاله كتير قوي عايز يفرح مش بين بص الأهلوية لا ترضيهم الكؤوس وفاق صدقني يعني هو عايز يشوف الأهل عشان كده هتلاقي الحوار دلوقتي مش بس خدنا برونزية العالم واخدنا التسعة والعشرة واربعة هيقول لك فين الجيل بتعبو تريكا فمصدي اللي هو بيسيطر وبيكسب تمام الناس عمالها تدور أين الأهل اللي بيكسب في أول عشرين دقيقة هي الناس مش شاري إنه جيل بتاع بركاته ومتعب ووق الجمعة والحضري والنجوم الكبار دول لو كان مر بنفس الظروف اللي مر بيها الجيل ده كان ممكن يوصل لنفس الحال ونفس المتاق ما عندهمش مشكلة بس هو بيقول لك قل لي اعمل ايه وانا اعمل فانت برضو اخر اتكلمه يعني ما انخرج قرار مجلس إدارة وعبر عنه إما المتحدث أو الكابت خطيب إلا والناس ايه تجمعها تحوله ما تسيبهاش بقى مدد مش عشان انت نسيها لأ عشان انت حابب انه بفي حالة هدو عشان تنجز عملك خليها شريك معاك بس قل له بكرة فيه ايه واعتمد على المشيه عسيدي مش هيزعله منك حتى سوارش وتجربته يمكن اللي ما بقلهاش ايام يعني حدش يحكم على الراجل لا حدش يحكم على الراجل لا ما ينفعش انت تستبشر انه معه ستة سبعة وانه هو قاتل مع مجلس إدارة الاهل انا بقول له جمهوره عشان يجيب اتنين كمان لكن قالوله ان مصر ده بجد طبعا لا ممكن تجيب حد بتاع نفسي من مصر ما شاء الله عندنا عول ما كتير اعتقد حد تغذية قالوله برضو هتلاقي خلي بالك انت جاي مصري لانه اللي معاه جهز زي ده وهو حلها لما قال ايه انا ما ممرنش يا جماعة وهو وفيتوريا حتى وفيتوريا لما جيه قالك اللي بيحصل في مصر ده انا ما شوف نهوش وخش على اللي بعد لا كمان في طبيعة مهمته ما بيمرنش هو المرة الوحيدة اللي فاز بتدريب وقاله سبعة ايام شوية الحاجات اللي الولاد حفظوها عملوها هو نفسه الصدم انه اللعب المصري ما عندوش ماتشين وربعة بس كمان لما تحطله الظروف اللي حصلة لا ما ليه حق يلاقي رمله يلاقي صبات عضلية لكن هو طالب ادوات هو طالب ان الموسم يخلص وانا برضو بقوله الجمهور اللي متهيق له انه لما ينزل بفريق مثلا بستة سبعة من الولاد هو الراجل اسكم من انه يلعبهم انت بتخبطهم ليه كمل دول نجومك دول اللي شلوك مش بس بتكرمهم فيلعب لا دول ادواتك والوقت فيه فترة خد ما فيش فلازم الراجل يحافظ على جنوده المنهكين ايو عارف الفيلم بتاعه هم دول اللي فضلوا معي من معركة المنصورة هم دول اللي فضلوا مع النادي الاقلي من معركة اللي ارتلى اللي شغالة دي سؤالي الاخير يا استاذ عصام من اول ما مسكت جورنان كده وقريت فيه حاجة اسمها اتحاد الكورة ويبقى عندها لجان من المسابقات وتحكيم ومنتخبات ففهمت يعني اتحاد كورة اعتقد يمكن اسماء كتير جدا عدت علي اللي هو ضغشوري حرب كابتن سامير زاهر الله يرحمه وصولا بقى انت عارف والقائمة تطول وصولا لأستاذ جمال العلامي اللي بتولي المسؤولية أشخاص عزماء تسمح لي اقولك ان انطباعه الشخصي انه ما فيش حاجة تغيرت في اسلوب ادارة المنظومة على مدار كول الاجيال المطلقة طبعا هل تتوقع انه مصر في القريب العاجل تخرج من النفق المظلم ده كرويا وتستعيد عفقتها مرة تانية ولا احنا قدام في حالة واحدة اذا حدث قرار سيادي بالتنظيم مش بالتدخل في ادارة الكورة ولا الاعلام الرياضي بالتنظيم يعني ايه يعني نترجم اتحاد يا أستاذ أحمد ونجيبه يعني عضو الاتحاد يبقى مش اقولك بقى طوله ايه وعرضه ايه لا معاش هدات ايه ولازم يبقى دارس ايه نسخة كربونية يعني ايه ربطة ومن يمثلها الناس بتاخد اختصاصات اللاعب تفسير احتراف ايه هو لاعب ومجند وطالب في حاجات كده 90% من العيبة كل حاجة من دي لو ترجمنا الخمس اتحادات الكبرى لن تجد فارق وعلى مسؤولية العبد الله إلا اللغة انه ده بالأسباني ده بالفرنساوي ده بالإنجليزي ده بالإيطالي ده بالألماني اذا صالحت النواية في السكة دي ومين اللي يبقى لجنة ومين اللي ما يبقاش ومين اللي يبقى مدير ومدير ليه صدقني ستنتج المحروس مع السيد وزير الشباب والرياضة ان شاء الله يضع خريطة لمصر احنا مش هنفضل عايشين كورة الكورة دي القاطرة لكن خريطة معمولة في كل العالم من 40-50 سنة يعني في السايد تجيب عمالقة عشان يلعبوا مش عارف ايه في الشمال تجيب ايه في الغرب تجيب ايه لكل جينات عيب لما نبقى 110 أو 20 مليون والمسجلين في المحروسة العظيمة دي في كرة القدم مش مكملين 38% من المسجلين في الألمان في كرة اليد مش كرة القدم ما عندناش أبطال جاري عظماء ما عندناش أي محاولات إلا منفسة المصري اللي بيحب بلد يا ورد الدنيا أستاذ أصالح أبو جولك أنا وتشرفنا دايما في السادسة إذا جلت لي الشار أو أعدك نعم الشار ده أنا عايز أتكلم معك في كتير بس يعني خليني أقول لي في النهاية والكلام للجمهور إلى أن ينصلح الحال وإلى أن ينزل المسؤولون في مصر إلى كرة القدم على أنها رياضة وصناعة لها استفادة اقتصادية واستفادة اجتماعية واستفادة رياضية وأنه نبتدي نفكر إزاي نغير شكل المنظومة بشكل كامل عشان نوصل في النهاية الوعي للجمهور أنا بقول في النهاية تربينا على ده تربينا على أننا نحب فرقتنا ونقف في ظهرها في وقت الفرحة ووقت الانكسار تربينا على أننا نفرح لفوز فرقتنا وفي نفس الوقت نقف في ظهرها ونسندها وقت ما نحس أنها مش في أحسن حالتها تعودنا طول الوقت أننا نحترم المنافس تعودنا طول الوقت أننا نشجع أي فريق مصري لو بيلعب بره مصر تعودنا على حاجات كثيرة جدا غابت واختفت عن الساحة الرياضية وأتمنى الحقيقة أنه كل واحد يسأل نفسه سؤال بسيط وخصوصا الشباب الصغير اللي احنا عايزينهم يطلعوا في يوم الأيام أحسن مننا وما يكونوش امتداد للموجة اللي نزدها للأسف الشديد الكورة إذا كانت في مساحة المتعة إذا كنت بتحب الكورة يعني وتشجع فرقتك عشان أنت كويرة أو بتعشق كورة القدم إذا كانت في مساحة المتعة والفرحة والبهجة تبقى شيء عظيم جدا لو تنقلت من الخنة دي لخنة الغل والعنف والكراهية يبقى تأكد أن فيه شيء غلط وأنك أنت شخصيا محتاج تراجع حساباتك بوشكر حضراتكم على متابعة حلقة النهاردة وبكرا تقابل إن شاء الله حلقة يوم مباراة الأهلي ومصر المقص تحياتي لكم